موسيقى الإقامة عندنا كتفتقر من جميع المرافق هذه المرافق من جميلتها إعدادية تانوية ابتدائي مسجد مستوصف تمر البنكالي حد الساعة ما كيناش و حد الساعة اللي كان طالبو بي هو هو وكان طالبو من السلطات المحلية باللي تشوف بعيد الاعتبار على قبلاش كين عندنا مسجد كان درنا طالب مقابلة دي السيد العامل السابق السيد كاف سالم واستقبلنا من بعد ما عرضنا عليه على قبلاش عندنا مخصنا مسجد وكين البقع ديالو ولي حد الساعة وكين المستوصف المستوصف دي بلي حد الساعة خط ديرو من دووية ديال وزارة الساحة والمسجد راه باقي لحد الساعة كياتبنا السيد العامل لحد الساعة ما توصلنا بالتشي درنا طالب مقابلة سيد العامل ربما لظروف ما الله أعلم لحد الساعة ما شنا من سيد العامل حتشي حتشي استدعاء من عنده وحنا ما زنا كنتظروا باش نشوفوا السيد العامل الحالي ولهذا كان طالبوا جميع السلطات المحلية علاقة بلاش نحن وكان لإقامة عدنا كتفتاقر من جميع المرافق العمومية وبالأخص المسجد المسجد المنعيش الآقاري أصلا هو اللي خصوا بابنه وأول ما خصوا بالتبناء هو المرافق المرافق ما كيناش من عادمة الناسهم تقريبا في عشرين عشرين مجموعة وكل مجموعة كتحتوي على عشرات العمارات كل مجموعة كينا فيها كل عمارة فيها من عشرين من عشرين شقة إلى الخمسة وعشرين شقة إلا كنجينا نحسبوه تقريبا غد نلقاهوا واحد العديد هائل ولحد الساعة كنطالبوحنا من مسجد ويعطونا هذك المستوصف دينا من جملة كنبيينوليكم وقنوضحوليكم غد نوريكم دابا جميع الوثائق على قبل يسلمون عيش اللي كيقول دابا حاليا احنا طلبنا منه وماشي ما طلبنا منه انا شخصيا قلت لي على قبلاش باش تبني لنا المسجد ولحد الساعة ما كينتشي حاجة البقعة هيا باقة حاليا وكنوريكم واحد هوا على قبلاش هنا هنا في نوضح لكم من اللي جينا كنشري كيقول لنا على قبلاش كين مسجد نماشي كينا بقعة هيا كما كتشاهدوا في هذا الاعلان ديال ديال رياض الهدى عن ناسين من اللي كنا بغي ننشري وهو هذا هاتم كما كتلعدوا ها ها ولجيتوا كتبعوا كتلقوا على بأن بالإضافة إلى القرب من كل وسائل الراحة والخدمات من جملتهم مسجد مراسام واستوصيف حمام ترقي قاعة للرياضة محلات تجارية وليحد الساعة ما خمس سنين دابا باش مرس ونحنا تقريبا ما يزيد على أربع سنين ونحنا كنطالبو بهذا المسجد وليحد جاءوا دوروا بي العود ومن اللي دوروا بي العود ما كينوالو ليحد الساعة وكين عدنا هذا واحد واحد الواثيقة سيرتيفيكة اللي كتبت على بأن هذا المسجد شحل فيه دي المتراج ها هي كما كتشاهدوا دبع عاليا ها هو هذا هو الموقع الكروكي دي المسجد وعدنا واثيقة أخرى كما كتشاهدوا كما كتشاهدوا دبع عاليا هذا الكروكي هذا ما كتشاهدوا نا زيناء البقعة دي المسجد دبع عاليا ها هي اللي كما كتشاهدوا كما كتشاهدوا ها هي البقعة دي المسجد لدبع حاليا دي الرياض الهوداء الناسيم ودي الناسيم قولك كله هذا المسجد ماشي غا يستفد منه غير رياض الهوداء الناسيم غا يستفدوا قاعد الناس لنا في الجانب دي المسجد كلهم غا يستفدون هذا المسجد ولحد الساعة وناشد السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد العامل بالمبادرة دي الهد المسجد دي تبنالينا في أقرب وقت على قبل لاش كين عدنا هنا هنالجينا كان بشيور المسجد هرا كنضربوا واحد المسافة تل هسانية وكينين الشيوخ والنساء اللي بغينا نتكلم عليها اليوم اللي كالطالب بها ساكينة حاليا ناسيم وهي المسجد يعني أنه وعدنا واحد العدد كبير هنا في ساكينة اللينا كان كين حاليا ناسيم في حاليا ناسيم ورياض الهوداء فواحد العدد كبير مجمع ساكاني بدون مسجد رغم أنه كين في البلون للمسجد وصونتر ميذيكال وحمام وكانت مخصة لهم واحد الفين متر اللي كانت في البلون السابق يعني في حاليا ناسيم فإذا بنا كانت فاجئوا بإنا جليسة وهالرياض الهوداء ومن بعد يعني نقصوا من ذيك المساحة ولحد الآن باقة الساكينة يعني كتعاني ما كينش مسجد لحد الآن لما كان راهو كين وما كينش مسجد فالناس يعني كتطر نقل تمشي المساجد اللي هي بعيدة عليها وبالأخص مني كتجي هذه المناسبات مثل هذا رمضان والترويح فعني احنا كنوجه رسالة من هذا المنبر للسيد عامل صاحب الجلالة وكذلك رئيس المجلس البلدي باش أنه ياخدوا بعين لإعتبار هذه النقطة هذه ونتحركوا جميعا باش يكونوا واحد المسجد هنا بالمعايير وبالمواصفات اللي كينفيها مساجد في مجمعات سكنية أخرى اللي كلقوا فيها مسجد وكلقوا مدرسة وكلقوا حمام وكلقوا سانتر ميديكال لا يعقل أننا نجيو واحد المجمع كبير كي يجمع ما بين رياض الهدى وحين ناسيم وما كينش مسجد سكني وهذه هي النقطة المهمة بالإضافة إلى عدة نقاط ومشاكل لكين في هذا المجمع لكن النقطة المهمة لكي الطالب بالسكنة هي بناء مسجد يا ليقب هذا المجمع سكني وشكرا